مرحبا يا حلوين أهلا وسهلا فيكم مرة تعني بقناتي يوم ارشرت لكم بفيديو جديد عن براند كتير مشهورة واللي هي كيرلان حبت أحكي لكم عن ميكياج وعطور ومنتجات عنايب البشرة استخدمتها من عندهم طبعا هي من أدام البراندات عالميا يعني طلعت بسنة 1828 اللوغو تعهم هو عبارة عن حرفين جي مع كوسين وداخلين ببعض ونازل منهم ديتيل حلوة من تحت ممكن يكون مش كتير مفهوم أول ما تتطلعوا بس لما تدقيقوا بتنتبهوا أحسن كتير بحب شكل اللوغو حسنتهم كتير معتندين اللون الذهبي الأسود وكمان الفضي لبعض المنتجات وهي تعتبر براند هاي اند يعني أسعارها مش رخيصة أكيد قبل ما نبلش نحكي بالتفصيل لو سمحتوا اضغطوا زر اللايك إذا بتحبوا قناتي وبتحضروها ما تنسوا إنكم تشتركوا ويلا نبلش رح أبلش بالحكي عن منتجات العنايب البشرة من لاين أبي رويل هذا بيعتمد بالشكل الأساسي على العسل العادي وعسل غذاء ملكات النحل هم بيساعدوا على حماية البشرة وتجددها بشكل أسرع أول منتج هو Advanced Youth Watery Oil زي ما شايفين حاطين عليه detail على شكل النحلة إنه بيعبر إنه فيه العسل هادي الجماعة عبارة عن سيرم قوامه كتير مائي فيه حبيبات صغار كتير لما توزعوهم بصيروا زيت خفيفة على البشرة طبعا لما تتركوا السيرم الحبيبات بتنسلة تحت عشان هيك لازم ترجوه منيح قبل كل استخدام حتى تاخدوا من المادتين مع بعض ويستخدم بفترة الصباح وكمان بالمساء حلو فيه إنه كتير خفيفة على البشرة ما بيزيت أبدا الترطيب بتاعه عالي صراحة وتحسوا بيعمل زي طبقة حماية للبشرة وفعوله رهيب بالنسبة لألي حسات بشرة صارت أنعم فيها لمعة فيها نظارة وحساته بيعب البشرة شوي يعني لو البشرة تعبانة حساته بيرجع لها الحيوية ما بيعمل إشي ضل خطوط الرفيعة فيه إلو ريحة خفيفة فرش أنا ما زعجتني صراحة ما في داعي تكترو منه يعني بيفرد بطريقة حلوة شوي منه بتكفي أكيد المنتج ما رح ينفع مع الكل هاي بس تجربتي الشخصية أنا بنصحكم إذا عندكم مشاكل تشوفوا دكتور أنا مش خبيرة بالبشرة أنا بس بشارك تجربتي أما تعني منتج فهو Skin Defense Youth Protection هاد منتجة الحماية من الشمس الـ SPF تاعته هي 50 هاد بيجي كتير ناعم صراحة من أحلى السن بلوكس اللي استخدمتهم لأنه ما بيحور على البشرة بيندمش كأنه أي مرتب عادي ما بيترك أثار بيضاء وكمان ما بيخلي البشرة تزيت زي بعض الكريمات الثانية اللي أنا استخدمتها بس يجمع المشكلة إنه هاد بسرعة بيخلص لأنه لازم تحطوا كمية منيحة كتير من الـ SPF حتى يحمل بشرة بشكل كامل من الشمس لأنه لو حطيته شوي ما رح يعمل إشي تقريبا برضو إذا رحة خفيفة شبيهة بالسيرو ونبلش نحكي عن المكياج أنا جربت برايمير فامديشن من لعن ليسانسيال ونبدأ بالحكي عن البرايمير اللي اسمه Pure Minimizer Shrink Control Primer هاد المنتج صدمني صراحة لأنه أولا جاي لونه أخضر وثانيا القوام بتحسوا بين السيرم والجل عادة لبرايميرز اللي بتصغر المسام بتتحكم بإفراز الدهون بتيجي تقيلة مايلي شوي لقوام السيليكون بس هاد أبدا مش هيك بتحسوا كأنكم حاطين سكين كير ناعم بيجنن على البشرة وعن جد بيصغر المسام وبيخلي البشرة ما تطول اليوم رهيب صراحة إلو ريحة نفس السيرم اللي حكيت عنه قبل بخلي الفاونديشن مكانه طول اليوم وما بتحسوا بيتك أثر على البشرة ما توقعت أحب لها الدرجة صراحة أما الفاونديشن اللي عندي فهو طبعا في فاونديشن تاني من نفس اللاين هاد أقدم من اللي عندي بيكون مش مات على البشرة والتغطي تاعته أخف وبيضل لحد 16 ساعة العندي مات والمفروض أنه يضل 24 ساعة بس يعني أكيد أنا ما شربته هالفترة كلها بس صراحة الفاونديشن رهيب إلو ريحة نعمة حلوة تغطيته من متوسطة لفول كوفريج شانيك أنا ما حسيته فاونديشن يومي يعني حلو المناسبات لأنه ثباته عالي وما بتحرك أبدا من مكانه أكيد في ناس بحبوا التغطية العالية بشكل يومي هذا الإشي بيرجع لكل حد شو بفضل كتير حبيت إنه فيه بمب قوام تاعه مش سائل الدمج تاعه شوي بيطول بس شكله ما بيطلع كتير سميك خاصة بالنسبة للتغطية اللي بيعطيها طبعا فيه حماية من الشمس بنسبة 15% ممكن يعطي حماية زيادة على الاس بي أفتاعكم كومبينيشن رهيب صراحة مع البرايمر أنا حسيت شكله أحلى لما أورزه بفرشاي بعدين أعيد عليه ببيوتي بلندر كمان صراحة ما حسيته بينفع للبشرة الجافة يعني بعد عنه إذا بشرتكم جافة بس هو بيرفكت للبشرة الدهنية حتى أنا بشرتي مختلطة وكتير حباته بس رطبت قبلي منيح وهلا ريح أحكي عن كونسيلر اسمه Precious Light Rejuvenating Illuminator هادي يا جماعة رهيب بيجي كتير كريمي كتير ناعم تغطيته متوسطة أنا ما خطط علي أبدا ما بعرف إذا أمكان خطط على غيري من دون مبالغة بس هو من أحسن الكنسيلرز اللي استخدمتهم شكله كتير طبيعي يندمج بسهولة حباته أكتر من كيكو اللي أنا بستخدمه كتير ودائما بحكي لكم عنه حتى أكتر من ما يسأل توتش إيكلا هم يحكيين أنه فيه مواد زي سكين كير وبساعد على مقاومة التجاعد بالصراحة أنا ما بقدر أعطي رأيي بهذا الموضوع لأنه لازم أستخدمه أكتر بس من ناحية الأداء فهو رهيب وانصدمت أنه ما في حدا بحكي عنه لأنه عن جد حلو بالنسبة للبودرة فأنا استخدمت الميتوغيد Compact Light Revealing Powder كتير حبيت الديتيلز على هاي البودرة من بره وحطي شعار كيرلان جوا وردة ريحت هاي البودرة بتجنن يا جماعة عن جد كتير حلوة ريحتها فريش باودري أنا كتير حبيتها أول ما تفتحوها حتشوفوا أنه فيها ألوان من جوا أتوقع أنه بيعملوا أفكت زي Color Correction لأنه لما أحطها تحت عيوني بتعمل تفتيح بشكل خرافي وإذا فيه سواد مبين شوي بعد الكونسيلر كتير بتعدل شكله طبعا أنا اللي عندي هي الشكل القديم من جوا من فترة عملوا تعديل بتلاقوا نفس الألوان ونفس الدرجات بس حطين كل لون بجهة لحاله أنا صراحة ما بستخدمها إلى المناسبات للأسف مع أنه كتير بحبها وكتير نعمة على الوجه بس صراحة فيها شي ما نبين نوعا ما وأنا ما حبيتها لكل يوم درجة اللي عندي رقمها 2 واسمها Light ما بتبيني سميكي أبدا بتثبت كل شي مكانه وخرافية تثبيت الكونسيلر ما بتعطيه لون أو تغطية بس كتير حلوة وحتى حبيتها فوق البرامر والفونديشن طاعهم وهذا رح أحكي عن البلشر اللي اسمه تندر بلش اللون طعه جاي أسود من بره وعلى شعاره اسم كيرلان ديتائلز اللي على بودرة البلشر كتير حلوة من جوا كمان الريحة تعته خرافية تيجي باودري وكتير شبيهة بالبودرة اللي قبل فيوف الشاي عجنب صراحة ما حبيتها لتوسيع المنتج حتى ملمسها غريب وما حبيته درجة اللي عندي هي Pink Me Up ورقمها 6 درجة البنك هاي مميزة حكيت لكم عنها من قبل بتحسوا الدرجة تعته زي الباربي لون بسرعة بيبين وبيطلع واضح فيه شمر العكس الإضاءة واضحين نوعا ما دمجه سهل وسريع اللون صيفي وكتير حلو واستخدمت ثلاث منتجات للشفايف من كيرلان وكلهم بيجوا من نفس اللاين اول منتج هو مرتب شفايف واستخدمت جديد واسمه Big Glow Color Reviving Lip Bond ها تنزل من فترة 4 أشهر تقريبا الفورميلاتاته فيها عسل غطة عم محفورة على شكل نحلة فيه نسبة 98% من المكونات الطبيعية هم حكيين انه بيعطي ترطيب لمدة 24 ساعة بس يعني ما اتوقع انه في منتج هك اصلا خاصة بالنسبة للناس اللي بيعانوا من الجفاف دايما انا حصيت ترطيبه وسط وكمان لونه بيضل فترة منيحة بالنسبة لمرطب بيعطي لون شير يعني مش كتير تقدر تحطوا منه اكتر حتى توصلوا للوضوح اللي انتو بتقوميا فينش دعتوا فيها لمعة بس يعني اخاف من الجلوس لمعة مش كتير اوفر وبتختفي وبيضل اللون ريحته عسل درجة اللي عندي رقمها 775 واسمها Poppy Glow جاي لون احمر بتحسوا مايل شوي للبينك تاني واحد هو كريمي شيبينج Lip Color هاد لبستيك كتير كريمي وكتير خفيف يعني حتى لونه بيبين فاقع لما تشوفوه بس لو ما تحطوا منه تستخدموه بيعطي لون خفيف اقوى من المرطب بس مش كتير واضح برضو انا عندي الحجم الصغير منه شكله ما بيطلع اسميك ابدا بيعطي ترتيب خفيف درجة اللي عندي رقمها 344 بيجي لون كور الفاقع لون صيفي بامتياز وكتير حلو صراحة وريحتها جاي باودري اما ثالث منتج منها اللاين هو غلوس اسمه Liquid Lipstick Shine Finish فورملا تاعت هاد المنتج ما بتيجي تقيله ولا تعتبره خفيفه يعني وسط ما بيدبه شكله كتير حلو بيطلع هات بصراحة ما حسيت انه عملي ترتيب مع انهم يحطين انه فيو حمد الهالورونيك فورملا ريحتها فانيلا وورد الابليكيتور جاي فلاط وصغيرة وسهل توزيع المنتج فيها حبيت الحجم والشكل تاعها درجة اللا عندي اسمها Glam Shine ورقمها L 362 بيجي لون Baby Pink كتير حلو نعم للإستخدام اليومي ودرجة هاي اللا عندي فيها شمار العكس الإضاءة واخر منتج مكياج لليوم هو من نفس لاين العطور تاعهم واللي اسمه لابيتيت روب نوار اسم المنتج هو البراودوو هو يبارع عن منتجين بمنتج واحد بنفس الاستيك من الجهة هو هايلايتر كريمي وجهة ثانية هي مسكارة حواجب ملونة هذا المنتج كتير حل للسفر هم فكرتهم انه تستخدموا الهايلايتر لعظمة تحت الحاجب وكمان للزاوية الداخلية تحت العين وانا صرحة احيانا باستخدموا باماكن الهايلايتر الثانية زي عظمة الخد عشان هيك هو كتير مناسب للسفر برأيي وشكله كتير طبيعي وما فيه شمار اوفر حتى مسكارة الحواجب حبتها على الاخر تيجي كتير صغيرة فرشايتها بتاعتي لون وبتثبت الحواجب ونبلش بالعطور اول واحد هو بلاك بيرفكتو اودي بارفام بالنسبة للي هاد اكتر عطر عجبني من لاين لابتيت ونزل بسنة 2017 بصطيف العطر هو كرازي كمان فيه جلد ثروتي ومكسرات جاي فيه سويت ناس كتير خفيفة من العطور اللي ريحتها قوية كتير حبيت ريحت الكرازي اللي فيه من احلى عطور الكرازي اللي جربتها لها صراحة الريحة ما بتنفع للمراهقات ابدا فيه ورد ريحته ما بتيجي كتير واضحة بس بتحسوه مخلي العطور انثوي اكتر هو احلى الفصول الباردي برأيه فوحية تاعته عالية وبيضل لحت 8 ساعات النوتس اللي فيه هي اللوز الشاي الاخطر الكرس الحامد كمان فيه عرق السوس والورد بالاضافة للجلد والتونكا مسك الابيض والبتشولي ورح احكي عن عطور واحد من لاين اكوة اليقوريا صراحة اخترت واحد من اللي جربتهم من هاد اللاين حتى ما يطاول الفيديو كتير عليكم اسم العطور هو روزا روسا وتركيزه اودي تويلت هتنزل بسانت 2018 تصنيف هاي الريحة هو ورد شوي فروتي و فلورل اذا ما كنتوا بتحبوا رواح الورود والسهور الواضحة فهاد ما رح تحبوه اول ما ترشو بتكون الريحة كتير قوية بس بعدين لما هي هتا بص المكس بين الفلورل والفروتي ابدا ما بيجي سويت وفيه هنت فرش بيجي كمان شوي سيترسي عطر مناسب كتير لصف الربيع وحلو اكتر لفترة النهار برأيي فوحنتها عوسط بس لاسف ما بيضل فترة طويلة يعني بس لحت 3 ساعات نطس اللي فيه هي الليتشي لزبيب الاسود بالاضافة للبرقاموت والليمون اكيد فيه الورد والفوانيا وما ننسى المسك الابيض والارز بشكل عام حبيت اغلب المنتجات من جيرلان مع انها براند غالي بس صراحة منتجاتها فخمة ما تنسوا تحكولي لو جربتوا اشي من عندهم وتكتبولي رأيكم فيه بالكومنتات تحت وبس هيك بيكون خلص فيديو اليوم بتمنى اكون اعجبكم واذا اعجبكم ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شديد من قناتي وكما ما تنسوا تعملوا الفلو على الانستغرام لو سمحتوا شوفكم بالفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة